اشتركوا في القناة واللي طاروا طالوا الأمر سفروا للمجمجاني وانا كنت مطب مزاجي وعيشي بموسيقى وأغاني عصرية تفاعل الجمهور مع ألحان فرق كود مصر وهايدام وحافظ وابستان على المسرح الروماني بالمدينة التراثية التي جاءت ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية والله بجد أنا أول مرة أحضر مهرجان زي دوت وبجد اتبسطت جدا من المهرجان والأداء كويس ومشاء الله الأصوات جميلة ومواب بإذن الله تطلع وتتشير وشايف التنظيم كويس والمكان مشاء الله نديف وكل حاجة يعني على أكمل واجه كنت أبنور أسراح هيبارنا بجد أول مرة أحيبار كده بجد يعني وتعرفت على ناس كتير ومشاء الله المس كلها كويس الحمد لله لا المكان جميل جدا بسم الله مشاء الله عليه والتنظيم كويس جدا والمكان نديف والناس كده مجدين لناس محترمة جدا والمواهب مهرجان بسم الله مشاء الله عليها مهرجان جميلة واحنا استمتعنا جادا لا احنا اشتغلنا مع الأغاني بصراحة ومعرفتهم تمسك نفسنا بجد كان يوم جميل جدا وممتع جدا أنا أول مرة إيجي وبصراحة يعني موجودش من خلان العلمانة تبقى حاجة كده يعني كرون ريس معنا هوا فبصراحة يعلم تاني فعلا يعني مش كلم بجد لا أكت كويس جدا وطلعنا كابت باروس من سنوية عامة ما طلعش الله الحمد لله هتبسطنا جدا والناس مواهب جميلة جدا بصراحة والناس كلها مبسوطة وتعرفنا على ناس جديدة كمان وانما كان بصراحة تحفة وراحة نفسية بصراحة وإحنا جايين هنا بشأن نشجعها طبعا بصراحة قوي تحفة جميل قوي بصراحة والناس هنا مبسوطة جدا وكلنا تعرفنا على بعض والناس هنا الناس محترمة وإحنا من جامعة الدميات إن شاء الله نكون موجودين على طول هنا وتنوعت الأغاني بين الرومانسية والراقصة التي أطفت بهجة امتزجت بألوان المسرح وطرازه الفريد بالإضافة لعزف موسيقى الروك والباب فيوجين وهو ما تتميز به فرق الأندرغراوند وحضر الحفلة عشرات الطلاب من الجامعات المصرية المختلفة اليوم تحفة صراحة وتنظيم خرافة يعني استقبلونا استقبال حلوة قوي والعروض اللي كانت برة كانت لذيذة جدا صراحة أول مرة جي العالمين دا يرجع طبعا الفضل للجامعة بتادي جامعة دميات الرشاحتني لمشاركة هنا في مهرجان العالمين طبعا أجواء تحفة بجدة من الصبح أصلا يعني أنا جاية من الصفر وكده بس الغاية دلوقتي في إنيرجي إن أنا بقى ممسوطة الغاية دلوقتي في اللي بيحصل في حاجات كتير لأ تحفة وفي اللي هو فرقة كود مصر بجدة تحفة خلتنا من ناحنا بالناب خلاص احنا صحيين دلوقتي أجواء جميلة جدا بجد استمتعنا بكل الفقرات كانت حاجة جميلة قوي وأول مرة يعني نشوف حاجة باللزازة دي وانبسطنا جدا البنات انبسطت قوي قوي يعني حاجة جميلة أحسن يعني الإضاءة طحفة قوي والمكان جميل كانت حاجة سبشيل يعني بالنسبة وتعد حفلات المسرح الروماني بالمدينة الترافية واحدة من أهم الفعاليات التي تجذب الحضور ضمن مهرجان العالمين في نسخته الثانية الذي يجمع بين النشاطات الفنية والثقافية والرياضية كاريم بيبرس التلفزيون المصري